بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس الخامس والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع نقائنا نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله مبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في الحلقة السالفة إن الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء ثم ذكر الآيات من سورة التوب والفتح وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم قال وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيره من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلنا في آخر الحلقة السابقة إن الشيخ رحمه الله يبين في هذا الكتاب حكم الأعراب على سبيل الإجمال وحكمهم على سبيل تفصيل فالأعرابية في الجملة مذمومة لأنها يغلب على أهلها الجفاء والجهل بإحكام الدين وكذلك النفاق وهو إظهار الإسلام وإفطان الكهر هذا يغلب على الأعراب لكن ليسوا كلهم كذلك والله لا يظلم أحد سبحانه وتعالى فاستثنى منهم طائفة آلة آمنت بالله وبرسوله وزالت عنها هذه الصفة المذمومة لأن الإسلام الصحيح يقضي على الصفات المذمومة ويحل محلها الصفات الطيبة المحمودة قال وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ هذا في مقابل المنافقين من الأعراب أشد كفراً ونفاقاً من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله يعني الزكاة التي يدفعونها يفرحون بذلك ويعتبرونه قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى يطلبون به الأجر بخلاف الذين يدفعون النفقات من الأعراب على أنها غرامة ويتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر تخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول يعني وطلب الدعاء الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون من صدقاتهم أن الرسول يدعو لهم لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب فهم يدفعون الصدقات طمعاً في ثواب الله وطمعاً في دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على صدق إيمانهم بالله عز وجل فهذا فيه أن الزكاة الفريضة العظيمة التي هي قرينة الصلاة أنها تفيد صاحبها هذه الميزات العظيمة أنها تقرب إلى الله وأنها توجب دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد دعى صلى الله عليه وسلم لهؤلاء قبل موته فالرسول يدعو لمن لمن دفع ماله ابتغاء وجه الله عز وجل وصلوات الرسول قال الله جل وعلا ألا إنها قربة لهم وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب للولي الأمر ولمن يجب الزكاة أن يدعو للمتصدقين عند أخذ صدقاتهم يدعو لهم لأن الله قال ودعوات الرسول الرسول يدعو في حياته وكذلك من يأتي بعده من ولاة أمور المسلمين فإنهم يدعون للمتصدقين إذا دفعوا صدقاتهم ألا إنها قربة لهم حقق الله قصدهم فقربهم إليه سبحانه وتعالى سيدخلهم الله في رحمته هذه بشرة لهم بصدق إيمانهم وطيب نفوسهم بهذه الصدقات وأنهم يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم نعم ويقول هناك من البادية من هو أحسن من الحاضرة فالحقيقة أن التفضيل ليس هو بالنسبة للأفراد لأفراد الحاضرة هو أفراد البادية فقد يكون في البادية من هو خير من أفراد الحاضرة والعكس كذلك لكن العبرة بالجملة فجملة الحاضرة أفضل من جملة البادية هذا بالنسبة للجملة أما بالنسبة للأفراد فقد يكون في الأعراب من هو خير من الحاضرة قال رحمه الله قد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين نعم هذا صحيح في الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب الذين صدقوا مع الله ورسوله ووفوا بالبيعة والإيمان من هو خير من القرويين يعني سكان الحواظر فالعبرة ليست بالأفراد وإنما العبرة في الجملة فقط فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويدم بعضهم وكذلك فعل بأهل الأمصار وكذلك ذنب بعض أهل الأمصار فما كل أهل الأمصار محمودين كما أنه ما كل الأعراب مذمومين فأهل الحاضرة فيهم مذمومون أيضا ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أهل المدينة أهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فما كل من سكن المدينة يكون من الفضل بل فيها من المنافقين أيضا ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم فالبادية فيها خير وفيها شر الحاضرة كذلك فيها خير وفيها شر لكن العبرة بالجملة فجملة الحاضرة هفضل من جملة البادية نعم سأل الله إليكم قال رحمه الله فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم وكذلك فعل بأهل الأمصار فقال سبحانه ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم هذا فيه رد على بعض الخرافيين الذين يعتقدون أن السكنة في مكة والمدينة مجرد السكنة ولو لم يعمل الإنسان شيئا أن مجرد السكنة يكفيه وأنه يدخل الجنة بذلك وهذا غلط كبير فإن البقاع لا تقدس واحدا إنما الذي ينفع الإنسان عمله في أي أرض كان لكن إذا كان مؤمنا وسكن في الحرمين وصلى في المسجدين مع الإيمان بالله عز وجل فهذا لا شك أنه يحصل على فضيلة الصلاة في المسجدين والسكنة في الحرمين مع ما عنده من الإيمان أما مجرد أن السكنة تكفي كما يظن بعض الخرافيين ولذلك تجدهم ما يصلون الصلوات المفروضة ولا يعملون الأعمال الصالحة ويكتفون بأنهم بجوار الحرمين الشريفين كما يقولون فهذا فيه رد عليهم قال تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم فالذي يكتفي بسكن الحرمين ولا يؤمن بالله ولا رسوله الإيمان المطلوب وأيضا لا يترك الشرك والبدع والمحدثات والخرافات ويزاولها في أرض الحرمين هذا أشد عذابا ممن زاول الشرك والبدع في خارج الحرمين نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى نعم يعني أن في الأعراب منافقون وفي المدينة وفي القرى منافقون أيضا نعم وعامة سورة التوبة فيها الذنب للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى آخرها كلها تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وبينت مخازيهم وذكرت أن المنافقين يكونون من الأعراب ويكونون من الحاضرة من الأعراب ومن الحاضرة ومن أهل المدينة بالذات كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله صلوات الرسول كما أن سورة التوبة فيها الثناء على المهاجرين الذين تركوا أوطانهم وهاجروا إلى المدينة وتحملوا الغربة وفارقوا الأولاد والأوطان وجاهدوا في سبيل الله والأنصار الذين هم أهل المدينة واستقبلوا إخوانهم والمهاجرين وواسوهم بأموالهم وبيوتهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقوا إلى ذلك غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان الذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم وسلكوا منهجهم في نصرة الإسلام والمسلمين فرضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال والذين اتبعوهم بإحسان ليس بالانتساب فقط أن يقول الإنسان أنا سلفي أنا على منهج السابقين الأولين بدون أنه يعرف ما هو منهج السلف ويطبقه تماما لأن فيه من يدعي السلفية وهو لا يعرف منهج السلف وفيه من يعرف منهج السلف لكنه يغلو فيه ويخرج عن حده فهذا لم يتبعهم بإحسان الكلام على من اتبعهم بإحسان بالعلم والعمل بالعلم بحيث يعرف منهج السلف ما هو وبالعمل بحيث أنه لا يخرج عنه يمنة ولا يسرى لا يغلو ولا يجهو هذا معنى الإحسان قال رحمه الله وعامة سورة التوبة فيها الذنب للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجر للعنصار وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول نعم فالله جل وعلا قسم أهل المدينة إلى قسمين وقسم الأعراب إلى قسمين محمود ومذموم قالوا وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كنقسام الأعراب كذلك العجم اختلاف أجناسهم من فرس وروم وترك وبربر وغير ذلك هؤلاء يقالوا لهم العجم لأنهم لا ينطقون اللغة العربية فهم عجم هؤلاء لا تذم العجمة مطلقة وإنما تذم في الجملة مثل البادية تذم في الجملة فمن العجم من هو خير من كثير من العرب ولكن في الجملة العرب أفضل من العجم هذا من حيث العموم أما من حيث الأفراد فعلى العكس قد يكون في العجم من هو خير من آلاف العرب ومصداق هذا واقع في الأئمة الذين الذين ظهروا في الإسلام من العجم نعم سنة الله إليكم قال رحمه الله هم منقسموا لك انقسام الأعراب قال الله تعالى يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنوا آدم وآدم من تراب قال الله تعالى يا أيها الناس هذا خطاب لجميع بني آدم العرب والعجم والمؤمنون والكفار والبادية والحاضرة والأغنية والفقراء العلم والجهال الذكور والإناث على اختلاف ألوانهم واختلاف ألسنتهم هذا خطاب للجميع يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فهم في الأصل سواء كلهم من ذكر وأنثى إنما هذا الانقسام حصل فيما بعد وإلا من حيث الأصل فهم سواء من ناحية النسب هم سواء لكن إنما يتفاضلون بالعمل إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هما آدم وحوى عليهم الصلاة والسلام وجعلناكم شعوبا وقبائل قيل الشعوب للعجم والقبائل للعرب وجعلناكم شعوبا وقبائل فالشعوب للعجم هو القبائل للعرب والأسباط لبني إسرائيل شعوبا وقبائل لأجل أي شيء لأجل التفاخر لا لتعارفوا فقط يعرف كل منكم نسبة ومعرفة النسب لا بأس بها بل مأمور بها إنك تعرف نسبك ومن أي قبيلة هذا شيء طيب من أجل التواصل والتعارف من أجل التواصل والتعارف وصلة الأرحام وفي الحديث تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فمعرفة النسب لا على وجه الفخر وإنما لأجل التواصل والتعارف هذا أمر محمود لتعارفوا أما من ناحية الفضل والفخر فلا يفتخر بالنسب وإنما الفخر بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم سواء كان من العرب أو من العجم أو من البيض أو من السود إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو المعتبر عند الله الله لا يعتبر النسب وإنما يعتبر التقوى كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون دون نظر إلى نسبه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون دون نظر إلى نسبه فلم يضر سلمان وبلالا وصهيبا أنهم من العجم وأنهم موالي ولم ينفع أبا لهب لم ينفع أبا لهب وأبا جهل أنهم من قريش ومن صميم العرب لما لم يؤمنوا بالله ورسوله نعم سلام عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء عبية الجاهلية بضم العين وتشديد الياء والمراد بها المفاخرة بالأنساف نعم وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنوا آدم وآدم من ترى مؤمن تقي أو فاجر شقي ولا ينفع العبية والفخر أبدا إنما هذا بالتقوى نعم وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نظرة حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنا في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم عز وجل واحد ألا وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ألا قد بلغت قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذه العبية وهذا التفاخر والتطاول على الناس بغير حق وأرجع الأمر إلى التقوى وهذا كما في الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقد خطب بذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع ثلاث خطب خطبة في يوم عرفه خطبة في يوم عرفه قبل صلاة الظهر لوادي عرنة خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة جامعة قرر فيها أصول الدين وبين فيها أحكام الملة ووضع فيها قواعد عظيمة تسمى خطبة عرفه الخطبة الثانية في يوم النهر بعدما دفع من مزدلفه وفرغ من مناسكه صلى الله عليه وسلم خطب خطب الناس يعلمهم أحكام الذبح وأيام التشريق وما يفعل فيها ويفتن ناس ما سئل عن شيء قد ما أوخر إلا قال أفعل ولا حرج في هذا اليوم وخطبة في ثاني أيام التشريق يوم الثاني عشر علم فيها الناس عن النفر أحكام النفر من منا وطواف الوداع وأوصاهم صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أنه أبطل ما كانوا يعملونه في الجاهلية كانوا يحجون في الجاهلية ويجتمعون في منا لا لذكر الله عز وجل وإنما لذكر آبائهم كل يفتخر بآبائه وقبيلته في منا الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا أبطل هذا التفاخر بالآباء والله جل وعلا يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله لذكركم أباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب فأفطل الله ورسوله هذه العادة الجاهلية أنهم يتخذون الحج لأجل التفاخر بآبائهم وقبائلهم وتعداد محاسنهم وأمرهم بذكر الله عز وجل بدلا من ذلك لأن الحج إنما شرع لأجل ذكر الله ولم يشرع لأجل التفاخر بالآبى والأجداد والأحساب والأنساب هذا من دين الجاهلية وعلى هذا فالذي يتخذ الحج الذي يتخذ الحج وسيلة للسياسة وإظهار الفخر على الناس ويغتنم اجتماع الناس في الحج لأجل مدح دولته أو مدح رئيسه أو ما شبه ذلك هذا من أمور الجاهلية المسلمون يعبدون الله عز وجل ربا واحدا ويتقربون إليه ويذكرونه في هذه المشاعر العظيمة ولا يذكرون معه أحدا من من الآبى أو من الرؤساء أو من الملوك أو من البلاد أو غير ذلك هذا من أمور الجاهلية وقد أذهبه الله عن المسلمين فالحج إنما هو اجتماع لذكر الله عز وجل وعبادته والتفقه في دينه وهذا ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة وقال ليبلغ الشاهد منكم اللي حاضر عند خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه لمن يأتي بعد إلى يوم القيامة فهذا ليس خاصا بالذين حضروا الخطبة وإنما هو عام للمسلمين أن يميتوا عادة الجاهلية واتخاذها للمظاهرات أو الشعارات أو غير ذلك أو الأبهات وإنما تتخذ لعبادة الله والتواضع والتآخي في الله واجتماع القلوب واجتماع الكلمة وتوحد المسلمين هذا هو المطلوب نعم حسن الله إليكم شيخ الله قال رحمه الله وروي هذا الحديث عن أبي نظرة عن جابر وفي الصحيحين عن عمر نعم هذا الحديث يعني الرواية الثانية بينت المجهول في الرواية الأولى وأنه جابر لأن أبا نظرة حدث به عن من لم يسمه نعم وفي هذه الرواية سماه جابر نعم قالوا في الصحيحين عن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل فلان ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف نعم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه قال ألا إن آله لان يعني من أقاربه من بني هاشم من بني هاشم أقرب الناس إليه في النسب أقرب الناس إليه في النسب قال إنهم ليسوا لي بأولياء ما داموا كفارا فهم ليسوا أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من نسبه وأقاربه إن إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولي الله وصالح المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى له أمره أن يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فالولى والبرى على هذا الأساس الولى لأهل الإيمان يعني المحبة في القلوب تكون لأهل الإيمان والبرى وهو البغض في القلوب والأعمال إنما يكون لأهل الكفر فالولى والمحبة والنصرة لأهل الإيمان ولو لم يكونوا أقاربك لأنهم أقاربك في الإيمان وهذا أقوى من القرابة في النسب ولو كانوا من غير أقاربك أما الكفار ولو كانوا أقاربك فليسوا أولياك ولا يجوز لك أن تحبهم قال تعالى لقد كان لكم وسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال تعالى لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أقرب الناس نسبا إليه إن آل فلال ليسوا بأولياء لماذا؟ لأنهم كفار ولا ينفعهم قرابة النسب والرسول صلى الله عليه وسلم حينما حينما دعا قريشا وخص وعم عليه الصلاة والسلام قال يا معشر قريش يا بني هاشم يا عباس عم رسول الله يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد كلهم يقول لهم اشتروا أنفسكم لا أملك لكم من الله شيئا فلم تنفعهم قرابتهم من الرسول بدون عمل صالح إنما يشترون أنفسهم بالعمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له فهذا فيه رد على الذين يفتخرون بالأنساب دون عمل صالح نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تكرم بشرحه صاحب الوظيل الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحياء عبد الله إبراهيم حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر